بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد معلله وصحبه وسلم. اما بعد. ده الامتحان التالت من الامتحانات كتاب. اول سؤال معنا يا شباب بيقول لك دمان دي نايد الرجل الانكر. خبالك دي معناها صغير. بنقول زي طفل الصغير. المهم انت عارف ان بعدها الفعل مدف اي اني جي. او انك تستخدم زت وبعدها جملة كاملة. فانت قدامك اوبشن من الاتنين دولي. اما انك تقول لي عشان انت عايز يأخذ نقودة يعني. او انك تقول دي نايد زت هي توك. اي واحدة من الاتنين دول هتبقى صح. فالمهم انك تختار هنا تيكينج. رقم اتنين. القاضي عوضة يعني الناس اللي كانوا في الحادثة بمبلغ من المال. كلمة يعوض او يمنح اللي اسمها اوورد رقم دي. معناها متقدم. معناها بقية او ظلة. وبوردر. اللي معناها امططة او ركب على قيد السفينة او طائرة يعني. طيب. اه زبوي اه از رانينج فاست. الوقت بيجري بسرعة. الجملة دي فيها افتكاسة غريبة كشوية. يعني تركز فيها. انت بتقول زبوي يعني انت شايف الوقت ده بيجري قدام عناك دلوقتي فلا تنبؤ مبنى على دليل. بناء على زلك هنستخدم لكن لو قال لك زبوي رانز فاست. ده وقال لك كده في جملة زبوي الولد فاست. فكده بتكلم عن عادة عند الولد حقيقة حقيقة يعني من خصائص الولد ده. في الحاجة دي هنقول لانك انت كانك انت شايف الولد قاعد مسلا عن كرسي ومستقر وزي الفل. فبتهبت بتقول الولد ده اصلا طبيعته انه بيجري بسرعة. هيقع لما يجب ان شاء الله. طيب انا عادي اتركز. لو قلت لي رانز هتاخد قلت لي از رانينج يبقى قدام عينك فتاخد going to. خبالك في الجملة دي قالك ابروش طول فانا ضفه اي نجيل ومرحوظة قلناها زمان. هير ابروش طو ستاديينج فور تست سيم تو وورك. ابروش هن اسلوب او تقنية او نمط يبقى دي بتصوات المتمثل. استريو طايب دينا هي نمطية. استريو طايب نمطية مساهمة. هي ايه? هي ما بتشوفش الاشياء القريبة. احنا اخد الرقم بي. طيب يا مستر مش المفوض الهايفن دي لو بعتها اس ما قلت دي من الحاجات اللي انا شخصيا دورت علىها عشان اتأكد لاني ما بسقش في في افكار الحاجات الازي كده اللي في كتب. فدخلت مسلا على سبيل مسال على قاموس ده قاموس زي ما انت شايف كده. الرابع اللي بتدين كلها بالهايفنز هيفنز هيفنز. هنا مسلا بقول لك مفيش بعدها اسم وميديك فيها هايفن. ده قاموس الاكسفورد برضو. ده قاموس اكسفورد مديني برضو كلمة كل الامسلة. برضو نفس المسال ومفيش هايفن بعدها برغم من مفيش اسم. طيب هنا برضو ده قاموس نفس القصة يا شباب. وانا لا بوريك عشان تستقر انك هتشوف نزاع من الكتب. فانا حابب افصل لك في الامر يعني. هنا بقول لك في الجمهة مسلا كده في اسم بعدها فعمل هايفن. تمام. طيب هنا قال لك يعني معنى كده ان فيها هايفن برغم من مفيش اسم. اذا انت باعش ما اتوهش كتير من الناس اللي كده كده فيها هايفن. قدرة العلوم والتكنولوجيا على انها تعمل في حياة البشر معروفة بالنسبة لنا كلنا معناها يشتم او يشجب او يشجب يعني. ودي بتصوي كلمة يعني يحسن بالاجابة يعني يكشر وعندك كمان كلمة معناها يكشر بس يكشر بالآي برو لكن بوت يكشر بالليبس لا شفايف. يعني افترض. الجملة على بعضها بقى قدرة العلوم انها قدرة العلوم والتكنولوجيا انها تغير حياة البشر دي معروفة لنا كلنا. رقم سبعة نقط اللي هم آباؤنا يعني وامهاتنا اتنين هاز اموبايل فون. قبل ما حيل الجملة دي انت اكيد فكرت في كده حاجة بسين. اولا بوس اوف بيجي بعدها اسم 이어 تعني نكتب كده الفیکرة بتاعتهم بعدها اسمها وبعدين الفعل برضو الفعل ويكون جمع بنبقى اسم جمع فعل جمع برضو لتنين جمع عاجة تانية دي لا واحتمال من اتنين انك تكيب بعدها اسم مفرد لا يعد والفعل هيكون مفرد او انك تجيب بعدها اسم جمع وفي ايكون جمع voy دي ما لهاش وجود في الانجليزي خالص. اسم جمع فعل مفرد. حلو الكلام. لو انت ركزت في الكلام المكتوب قدامك في المسال الراجل بقول لك وده اسم يا جمع زي ما انت شايف بعدها قال لك هايز. ده مفرد طبعا. ازا بناء على زلك حضرتك هتيجى عند اول واحدة كده هتستبعدها. اننا عايزة اسم جمع وفعل جمع. هتطلعها. دي هيطلع لسببين. السبب الاولاني ان دي بتيجي مع تلاتة وانت ماشي. لكن انت بتقول لي انا هم اتنين. فكده كده استبعدنا اقول اوف. وفقا لذلك وفقا برضو ان اقول اوف بيجي بعدها الاسم جمع فالفعل جمع فكما فنقول ده لو ينفع. بره اللعبة يبقى اسم جمع اللي هو وفعله مفرد اللي هو هاز يبقى الايجابة كده انا بضور على الوظيفة بقالي آآ سنتين وانا مؤمن بان ايه هو لص الوقت يعني اكيد التسويف او كده لو اسمه طبعا كلمة معناها متعمد للتعمد والعمل. عندك كلمة ده اللي هو الادانة والشجب. وعندك دي اللي هو النقاء. طيب المصدر معناها اعتد ان يكون يعني في الماضي. او اعتد ان يكون في الماضي. ومعناها ان ما فيش حاليا او توقف الامر. فلما قول لك علي علي يوزد تو بي. ده معناها ان علي زمان كان متعود يكون دلوقتي يعني هو ليس هادئا. نفس القصة هنطبقها على الجملة دي. لما تقول لي زير يوزد تو بي. يعني كان زمان في نادي هنا. دلوقتي ده معناها ان زير is no club here. ده معناها كده معناها زير is يعني لا يكون no club now. ليس هناك ناديا الان. طب تعني نشوف اول واحدة اول واحدة زي is still here. النادي ما زالة موجودا هنا. فطبعا عندي غلط لانك بتقول لي ان زير is still يعني ما زالة. النادي اعتد ان يكون هنا مزبوطة. طب زير is a club here في نادي دهوقتي حاليا بي غلط لانها بالزبط زي رقم ايه. رقم سي بقى زير was no club يعني ما كانش في نادي اصلا. لأ ده انت قلت لي كان في نادي بس هو حاليا مش موجود يبقى ده غلط. طيب الجملة كده الاجابة الصحية اخترناها رقم بي. بقول لك احنا احنا تكلمنا معاهم وجون يعني بدأ او اندمج معنا كافضل للوظيفة طبعا يبقى المتقدم. دي المخترب. اه المخترب بي زي ايها كلمة امي جرانت امي جرانت ما ننساش كلمة لها عشان انا موجودة معانا في مرهج ومهمة. كلمة التانية كلمة ساشي دي اللي هو الاشباع يعني اللي هو البديل او المتنوع او متغير. مش البديل المتغير. طيب رقم حضوش بقى. يعني هي بازال قصارها جهدها وانت عارف او دو ماي بست فكم ممكن نقول برضو. لكن ذلك لم يقدم اي شيء ايه بقى. طبعا نشوف طبعا جيد معناها بشكل جيد دي افضل وبست برضو افضل. بداية ما نفعش نقول اي بيتر. ما نفعش نستخدم اني في التفضيل والمقارنة فتبرى اللعبة. وانت بتقول لها بتقدم اي شيء جيد فتبقى جد. المهم الموسيقى بتاعة الراجل ده اللي هو الموسيقار يعني بتبرز انه هو عنده آآ طبيعة متحمس. كلمة معناها متحمس. هنا عكسها المتحمس انو نفسه يعمل حاجة. عكسها بقى الغير مبالي اللي مش في النغة اي حاجة خالص. فلو تقول لها متحمس اعرف اللي في العلبة دي عكسها واحد قاعد مش في النغة اي حاجة العلبة ان شاء الله يكون فيها كنز. دي معناها فريد او مميز معناها طريق في الكلام وانشانتين القديم. هي سألني زنايت بفور يعني معنى كده ان ده كان وتحولت. حلو. طبعا يعني معنى كده ان عايز ماضي. فدي برا لسببين. السبب الاولان ان عايز بعد عايزين بعدها فاعل. وبعدين الفعل المساعدة. فدي بدأ بالفعل المساعدة الاول. فاللحة برا. دي بدأ بالفعل المساعدة اللحة برا. يا طرى نقول لها اي هات كم ولا اي هاف كم. بمينة ساتة كانة مقدمة قلتلي. دي متحولة. يعني كانت مضارع بسيط. كسواني كانت ماضي بسيط حولناها لماضي تام. فالاجابة هتكون اي هات كم اللي هي دي. كانت ماضي بسيط تحولها بقى مع ماضي تام. بقول لك نصيحة لاي حد. بيجد اي شيء في اه 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 في الباص يعني هو انه يسلمها يبه هاند ات ان. خبلك انت هنا قلت بلي هاند ات ان وبعدين تو. هو لازم هاخد هاند ان ات. يعني هاند ان تو. لا مش كده دايما. هاند ان لوحدها كده. هاند ان. يعني يسلم. طيب هاند ان. وبعدين وبعدين تو ما هيسلم الى. طيب. هما كان واحد دول دول اتنين. ازا دي على فكرة حضرتك مقارنة على طول. فطلع التفضيل برة. اه اه افكر في تلات دول. انت بتقول اي المنازل يكون اكبر ما قلتش من خالص ما جبتش سيرت من. يبقى طيب كم ممكن يقول لك يعني بيتي ولا بيتك ولا بيت منا كده تلاتة يبقى كونها. اقول زي استعدتها تفضيل. ممتنة بشكل ايه لأسرتها على دعمهم وتأييدهم. تعالان نشيبها. كلمة اترنال ده نفس الكلمة اي اترنال اي اترنال برضو نفس الكلمة اكسترنالي. المهم اكسترنالي معناها خارجيا. اترنال دي معناها دائما. هنشيلوا واحدة من دول كده. هنختار دي معناها دائم. اترنالي معناها بشكل دائم. فانت قلت ايه يا ممتنتهم بشكل دائم لأسرتها على دعمها المتواصل. طيب بعد كده قبل كده تكلمنا في الاربع كلمات دول هنجيبهم بقى بالمقلوب كده عشان احنا هناخد اللي احنا عنا نعرفه الاول وبعدين نروح للاجابة واللي احنا مش هارفينه. كلمة سمن التشبيه لما نستخدم كلمة وكلمة في الجملة. احمد كده يبدئ استفاسي ما ليه. المدافور دي انك تقول ان الشيء او ان الشخص هو شيء معين. بمعنى انك تقول عالي مسلا از اه بلين. ده العادة ده طيارة. في الجارية يعني. يبقى كده دي اسمها متافور. بو يا ماني قصير. طب دي كده بنسميها في اللقف الشعر اسمها مناجة. طيب. امكان استخدمها دي لما يكون الشعر بتكلم مع شيء غير عاقل او مع شخص ميت او مع شخص مش موجود. فالله عملا يقول لك ايه ايه مع ايها النجم. فبما انه بتكلم ناجم يعني فدي اسمها مناجة. وايه الجملة اللي في دول. هل سبق لك ان ذهبت الى براية الامراتيز. دي مزبوطة بس نقصها زي. كلهم نقصين زي. اللي خلقت تقول نقصين زي مع اي دولة مركبة بناخد قبلها زي. طبعا ده سؤال اخر عن استفهم بس مفت بقى دي كابتل. ودي سؤال عامل لي في اخره آآ كما. وده سؤال عامل اخر نقطة. طيب ايجابة صح رقم ايه? طيب ايه من دول يا يا جماعة. لما نكتب مقال يعني عن 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 الحياة في مستقبل. افضل نختم بها الموضوع ده. ان اقول لك الكمبيوترات الكمبيوتر هيسخدم في كل المجالات خصا في مجالة تعليم. ولا ما حدش هيكون متأكد. اذا كان الحياة في المستقبل هتكون افضل ولا اسوأ منها هيقمم عليه الان. ولا مصادر للطاقة ولا عايزك تفهم حيجراج لعايزك تحط من ختام للموضوع. فدي كده هنكتبها في البودة. انك انت في البودة هتشرح لي انها يكون في تقدم واستخدام للكمبيوتر في كل المجالات. وان هيكون في مصادر جدا للطاقة. وان فيه علاجات. كل ده كده بتكتبه في البودة. لكن ختام بتروح انتقيل لها ما فيش حد عارف ان الحياة في المستقبل هتكون حلوة ولا وحشة بصراحة لان الموضوع بتطور كل يوم. يبقى كده الايجابة رقم بي اللي صح. القطعة بقى بتحكي عن الناس اللي عايشين في التلج. بقول لك بعز انيوت فروم نورسن كندا بولد ايجلوز اوت اوف هارد بلوكس او اي. بولك الناس الانيوت دول اللي هم الناس قبائل الانيوت لهم الناس اللي عايش في التلج يعني ده ناس بتبني ايجلوز يعني اكواخ يعني من قوالب التلج. بولك ان التلج ده من المواد عازلة بشكل كويس مادة عازلة جيدا. اه والاماكن الاماكن دي مكان دافئ ومريح. ده نوماتيك نوماتيك دي اسم القبائل دي يعني. اه اللي هما البدو الناس اللي هما القبائل البدوية، معناها المترحل يعني. القибائل البدوية رحلة دي بتعمل الخيام من جلد الحيوانات وممكن تنتقل المكان بحس تنتقل المكان لمكان بحسن على الطعام آآ لحيواناتهم. الناس بيكيفوا منازلهم عشان يعيشوا او يتكيفوا مع نمط الحياة اللي هم عايشينها والاحوال الظروف اللي هم عايشين فيها. على فكرة الطيور بتعمل كده. بيقول لك ان النصر الزهبي بيقضي معظم وقت حياته في الهواء. عايش فوق الارض. بحسن على الطعام. على العكس كل الطيور التانية. على العكس الطيور التانية في الطائر ده اللي هو النصر بيرجع للعشة بتاعه بس يزود عليه شوية عصي او طوب جديد يعني. بيقول لك ان العش بتاع النصر ده ممكن يكون موجود في مكان عليه جدا. الونز اكبر العش يعني اكبر عش حجما بيكون من واحد من عشرة الواحد ونص التساع في في العش بتاعهم. على العكس النقيب. طبعا ده على عكس طائر اسمه الطائر الهومنج بيرد. حتى احنا في مصر في الدولة العربية بيسمو نفس الاسمه ده في حدق الحيوان بس واسمو الطنان يعني. الطائر ده كده بيبني عش بيكون اقل من ثلاثة سنتيمتر طوله. بيستخدم الحشائش. وشبكات العنكبوت. عشان يبنوا او يشهدوا هذا المنزل. اللي هو نقار الخشب يعني. بيبنوا العشوش بتاعتهم في يحفر في الخشب من الخشب في اشجار. الطيور النساجة بتبني العشوش جميلة. بيتعلق كلها كده في خيط واحد. في هولندا. ده اسم طائر برضو. احيانا بيبني العشوش على ارفف المنازل والناس بيضعوا آآ بيضعوا آآ العجلات يعني بتاعت العربات وكده على السقف المنزل عشان تمنع هذه العشوش من الانطقاء. الكسول الاستمراء وقدماء وكده خلص ما يبنيش عش اصلا. وبتسيب الطيور التانية تربي هدا الطائر او هدا القطيع الصغير. طبعا الكاكو ده اللي هو طائر الوكواك يعني. ومش لان انت عارف اسمها الطيور دي خالص. انت ممكن تحلم بغير ما تكون عارف معانيها اصلا والبنية تبقى جميلة. آآ السؤال الاولين. يبدو ان احنا انسانا نسوع صفحة. لا الحمد لله ما انساناش صفحة. طيب. الرجل الاول سؤال يقول لك كم عادة الطيور التي تم قط الاطلاق يعني ذكر اسمها في النص. تعالي شوف من اول قصة على خالص كده خالص 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 الراجل قال كم واحد. هنا في القطعة دي ما قالش حاجة خالص منهم. القطعة دي قال لك آآ ما عرفش ايه. ده اول واحد. ده اول واحد. وبعدين قال لك بعد كده آآ ما عرفش ايه. آآ ده رقم اتنين. وبعدين آآ ده رقم تلاتة. والستورك رقم اربعة. والكاكوز رقم خمسة. كده خمسة. لسه في نوع تاني اسمه اللي هي دي. يبقى عندي واحد. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ادي ستة. يبقى كده في ستة. تعال نشوف الاختيارات فيها ستة. فيها ستة. يبقى كده الاجابة اول واحد كده. ذكر لك ستة انواع من الطيور. العش بتاع النصر مصنوع منين؟ من العصة. جابها فين دي او قالها فين اه هي باش او السطر خالص اهو. قال لك ازا آآ 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 ما عرفش ايه كده. آآ باي كنتراست لأ. اهي. بقول لك يزودوا العصي اللي في في العش. كلمة دي قلنا البيت بتاع الايجل. الايجلز نست. الايجلز هاوس اللي هو يعني من العش الايجل. طيب. فين هي برضو قال لك فين دي عشان القطعة دي اه رخمة شوية علميا. قال لك اهوت اهو ما عرفش ايه كده. كان بي الوحدة مهمها ممكن تكون تطولها وعرضها. ايه من دوله صح? بردس. ادابت زير هومز تسوط زير لايف ستايل. ان الطيور بتغير نمط الحية عشان تناسب مستوى اللي او ما كانت عيش في دي صح. الكاكو بيرد. اهو الرجل قال لك ايه. يعني اللي هو اصلا يعني ما يبنش عيش اصلا ده دماغ بالتراوة ده عش ما تبطيخ. ده زل ما بزاكرش. بيستخدم اللي بيستخدم مش الايجل. اهي. هادي اللي ببني باستخدام آآ اهي. قال لك اللي هي بتستخدم طيب يبقى رقم نفس الحجم. لا ده هو اذكر لك اتنين بس في قطعة واحد منهم كبير واحد صغير. يبقى كده الايجابة رقم ايه اللي صح? الكاكو الكاسول بيبط فين في عشوش الطور التانية. رقم سيدي خلصان الحوار. ليه مكان وارم وكمفورتابل ليه مريحة عشان التلوك عازلة زي ما قال فوق. للمناها غالية لان التالك ده مادة عازلة بشكل جيد. يبقى رقم بي. يتكيف معنى كلمة يتكيف. معناها يفحص ولا يجذب ولا يهجم ولا يغير. لنقول لك يتكيف مع الاجواء يعني غير نفسك بحس نمشي مع الاجواء يبقى فعلا الرقم بي. ليه اعتبر انك مش عارف يعني ايكلمة تمام? ليه بعض بيضع ويلز وقالك مين اللي بيضع في القطعة الهولنديين يبقى كلمة معناها هولندي. بيضع عجلات على سطح المنازل عشان يحمل بايد من ناس تقوط. هنفكر في دي. يحمل من الشمس ولا يحمل عشان تجزب الطاقة يبقى رقم ايه عشان بحافزوا بيها على العش بتاع الطاقة. طيب قطعة الان خلصت. الكمبيوتر ده واحد من التقدم يعني او الصيحات التكنولوجية العظيمة في القرن الواد وعشرين. فوقت الكمبيوتر ملاهاش حص. ولكن الكثير يمكن ان نقوله ضد الكمبيوترات. زمين العيب الوحيد او الاساسي في الكمبيوتر is that staring at a screen for long periods of time can be damaging to your eyes. انك تنظر في الكمبيوتر فترة طويلة فده يدمر لك عينك. موروف اكتر من ذلك. sitting on a computer for hours at a time is certainly not healthy. انك تقعد ده الكمبيوتر فترة طويلة ده موضوع مش صحي خالص. it leads to back aches. بيقدي الالم في الظهر and other bones disease. وامراض اخرى في العظام. كمبيوتر distract from social interaction such as conversation. بقولك الكمبيوترات دي بتشتت او بتفتت يعني او بتغضي على العلاقات او الاتصالات الاجتماعية الاجتماعية زي مسلا المحادثات. الناس اصبحوا كلهم ضد المجتمع. عادين في البيت او ضد كونهم اجتماعيين. يعني عادين في البيت والنهار باستخدام الكمبيوتر بتاعتهم. واحد من اكثر الكلام اللي ممكن نقوله في استخدام الكمبيوتر. ان كل ما يكون الوظائف بتقاء بنقوم بها في استخدام الكمبيوتر. كل ما الوظائف اللي هيقوم بها الناس هتكون اقل. يعني كل ما وظائف الناس كل ما الكمبيوتر يعمل الوظائف اكتر. كل ما قلت الوظائف. دي عايدة على الجابس. اه. اه. ناس الخبراء بيقولون الكمبيوترات في المستقبل تخلي المجتمعات كلها عاطلة. الكثير ما تقرر الحديثة. بدأت الشركات يعني بدأت العبحات تقول ان الشركات بتستبدل البشر بالكمبيوتر. والاف الناس اصبحهم من غير وظائف. والاف الاسر وعائلات محتاجين الفلوس يعيش عليها. برغم من ذلك مزال الكمبيوتر عديدة. الفوائد التعليمية اللي ممكن ان نوكرها خاصة الاطفال. المواد الدراسية بتكون افضل او اكثر تشويقة للطون البلما تقدمها على الشركة الكمبيوتر. واكثر من كده امور اوفر دي كلمة بتفيد الادشن. لم نكون عليها كمية العاب مهولة لحصر لها. اللي ممكن نلعبها الكمبيوترات. اضافة لذلك الكمبيوتر دا مفيد لأي بيخليها اسهل ويوفر وقت على طريق انك تخزن وتستعيد كميات كبيرة من المعلومات في بلمسة زر. ممكن اكتر من كده كمان فوائد اه شخصية كان بيسين از زيوز اف كونبيوتر اف كونسنتراشن. بقول لك ان استخدام الكمبيوتر دا بيزود من قدرتك عالتركيز تصمب ختاما زيوز اف كمبيوتر. في اراء كتير جدا مع ضد الكمبيوتر. اول سؤال. رب بقول لك ناس عندها افكار سلبية عن الكمبيوتر. ان الكمبيوتر بيحل مشاكل البطالة. لا ده هو بعمل مشاكل بطالة. بيزود عدد الناس العاطلين. اه صح. بيساعد الناس انهم ما يجدوا وظائف لأ هو ما بعملش كده خالص. بيخلق فرص عمل. لا خالص. الناس عندها فكرة سلبية ان الكمبيوتر بيزود عدد الناس العاطلين. كلمة في القطعة دي ايات بتشير الى زي ما قلنا الوظائف. وقال لك كلما الوظائف الكمبيوتر بيقوم بها كل ما قلب. ناس كتيرة مع فكرة صغيرة الكمبيوتر. ليه? لانهم بيحملقوا في الشاشة فترة طويلة. طبعا غلط لان ده اقول لك النظر في فترة طويلة من عيوب الكمبيوتر. زي ست فور اوارد بيعودوا فترة طويلة ساعات طويلة قدام الكمبيوتر برضو لا. الكمبيوتر بيشتتهم من انهم يكونوا الاشخاص الاجتماعيين ولا الكمبيوتر بيزيد زي ما هو الف القطعة هي دي. كلمة يعني شق او شق في اه حاجة من الزجاج يعني. واللي اكتشاف ملوش اي ستين لازمة اللي هو صيحة زي ما قلنا قبل كده اللي هو تقدم مهم. انك تقعد فترة طويلة على الكمبيوترات. ميكس يوزز اه اه يوزر بقى بتخلي المستمعين مستمتعين لقى بتخلي المستخدمين عندهم الام في الظهر طبعا اه بتخلي المستخدم اكتر ارتياحا لقى بتنقل الامراض من الناس وبعضهم برضو لقى يبقى رقم بي استخدام الكمبيوتر فترة طويلة بيأثر على العين وبيع من امراض في الظهر. لما بقت بدأت الشركات تستخدم الكمبيوترات في المستقبل يعني. حياة العمالة هتكون افضل طبعا خالص. الموظفين هيكسبوا فلوس اكبر. لقى برضو غلط. ناس كتير يبقى عندها وظائف قلنا برضو لقى. لان الكمبيوتر هيحل محل البناء عدمين. ازاي المواد المدراسية هتفضل اكثر تشويقا بيقول لك بقى عندما يتموا تدريسها خارج الفصل. ولا لما نقدمها تكنولوجيا هو ده قال كده فعلا. لما علمهم بشكل يدوي. ولا لما ندرس في الفصل. ما دعبش سيفت الفصل عموما في كل القطعة. وقالك ان المادة العلمية اللي بنقدمها على الكمبيوتر بتكون شيقة للطالب. ايه من دول ما هوش من الاثار بتاعة متشارة الكمبيوتر الاجتماعية. زي بيشكتون عن علاقاتنا الاجتماعية اه دي منها فعلا. بخلي الناس اكثر اجتماعية. لا خالص ده بخلي الناس ما يبقاش عندهم اجتماعيات. زي بخلي الناس ضد المجتمع اه ضد المجتمع. زي بتعيق المحادثات اللي بين المشتوعية المحادثة بين افر المجتمع اه طبعا برضو. بصوا معاها. الراق بقول لك ايه من دول مش من الاثار بتاعة الكمبيوتر الاجتماعية. كل دول بيحصل لما نستطيع في الكمبيوتر ده كله اجتماعيين بيحصل. ما حدا رقم بي. ان هما بيخلوا الناس اكثر سوشابل. لا هما بيخلوا الناس ما يبقاش سوشابل خالص وما يكلمش حد. طيب الترجمة بقى من عرب انجليزي. بقول لك هيومن. زي هيومن اللي هو الانسان. الانسان هو اكثر من يدمر البيئة من خلال هز اندفرنس اللي هو لامبالاته. طبعا اندفرنس معناها لمبالاته السنة لمحت كده كلمة اختلافات في اختلافات دي بره اللعبة. بقى معاك رقم ايه وبقى معاك رقم جين. الانسان هو اكثر المخلوقات تدمير من البيئة من خلال لامبالاته دي مزبوطة. الانسان هو اكثر البشر. ما قالش البشر. الانسان اكثر المخلوقات تدميرها للبيئة من خلال لامباته. بقى رقم الف هي الصح. الجملة التانية. بقول لك ان استخدام الحاسب. ان استخدام الحاسيب الالكترونية في مناحي الحياة سوف يساعدنا بلا شك على مسايرات الدول المتخدمة. using computers in all aspects of our life. والان بلا شك يساعدنا سوف ان تركز برة حكدة. is a device in all aspects of our life. will undoubtedly help us to keep with. الkan paar پدري بنا منزلي الم competing with 발play. بس اراكز برا حكدة. using computers in all aspects of our life will undoubtedly الاجابة كده رقم ايه اللي صح. الاخيرة نقصة اب. طيب بعد كده الجملة اللي بعد كده السؤال بعد كده القصة. اول سؤال هل تعتقد هل تعتقد ان كان عندها حق كانت على صواب لما سمحت لإستلا هتدمر تحطم القلب بيب هنقول نو. كان ولدا لطيفا. ولد لطيف ما عملش حاجة غلط. انت تعملي كده ليه معايا بشي. السؤال الثاني. الرجل بقول لك لو انت ما كان بيب يعمل. هتوافع ان اكتمل اصدقاء جدد وتنسى اصدقائك القدامى هقول نو. كانوا دايما لطفاء. وكانوا دايما مؤيدين ودعمين لبيب. فانت ليه بيب تعمل غيرهم يا حبيب ما هما حيقوله زي الفل. خلصنا كده الامتحان ده الامتحان التالت. نلتقي ان شاء الله في الامتحان الرجع. السلام عليكم وحط الله وبركاته.